مرحبا وضحياتي للجميع كتاب الزمرو ده هو أشهر وأهم كتاب لابن الراواندي أشهر ملاحدة التاريخ الإسلامي وكتاب الزمرو ده يعني كما كل كتب ابن الراواندي الأخرى أيضا ضاعة كما ضاعت في غياه بالتاريخ ولم يصلنا منه شيء إلا يعني ما وفقه بعض من معاصره طبعا ممن ردوا عليه فممكن أن نجد بعض من أفكار وابن الراواندي في كتاب الزمرو ده أو في غيرها من أعمال مثلا عند الفيلسوفين الكبيرين الكندي والفرابي أيضا ممكن أن نجد بعض من أفكار الزمرو ده كتاب الزمرو ده عند علماء المعتزلة كمثل ابن الخياط والجبائي وأبو القاسم البلخي الكعبي وآخري أيضا هناك من الشيعة الإمامية من رد على ابن الراواندي من مثل يعني أبو سهل النبختي أيضا من الإسماعيلية هناك المؤيد الشرازي يعني حتى في تراث أبو الحسن الأشعري ممكن أن نجد يعني بعض من أفكار ابن الراواندي طبعا التي رد عليها الأشعري حتى العالم الكبير والفيلسوف الكبير ابن الهيثم يعني وضع كتاب خاص للرد على ابن الراواندي فبالتالي هذه هي المصادر التي ممكن أن نستقل من خلالها يعني واقعا جزء كبير من أفكار وعراء ابن الراواندي الواردة في كتاب الزمرو ده وطبعا كتاب الزمرو ده هو كتاب في النقد الديني وفيه يتعرض ابن الراواندي مثلا بالنقد اللاذع وأحيانا الحاد لمفهوم النبوة بشكل عام وطبعا لنبوة النبي محمد بشكل خاص أيضا يقدم فيه اعتراضات على القرآن الكريم أيضا يتعرض لأنبياء سابقين ولكتب منزلة أخرى وهكذا طيب لكي لا نطيل في المقدمات فلندخل مباشرة إلى صلب الموضوع طبعا من خلال عرض سريع ومكثف في نفس الوقت يعني بعض من أهم أفكار وعراء ابن الراواندي الواردة في كتاب الزمرو ده فإذا بدأنا مثلا بقضية النبوة فسنرى أن ابن الراواندي سينطلق في هذه القضية بمدح العقل بداية وإبراز منزلة ورفعة العقل البشري طبعا ليعتبر أن العقل هو سبيل الإنسان الوحيد للوصول مثلا إلى العلم إلى المعرفة إلى إدراك الباري إلى إدراك الجيد من السيء إلى إدراك الخير من الشر إلى آخر فيتحدث ابن الراواندي عن العقل قائلا ثبت لدينا أن العقل هو أعظم نعم الله على خلقه لاحظوا ابن الراواندي يعني لم يكن ملحدا بمعنى إنكار الخالق أو إنكار وجود الخالق بل الحاد بن الراواندي يشير إلى إنكاره للأديان واعتبارها مثلا يعني صناعة بشرية فنكمل يقول ثبت لدينا أن العقل هو أعظم نعم الله على خلقه ثبه يعرف الرب وتعرف نعمه ومن خلال العقل عرف الإنسان الخير والشر وصح النهي والترغيب والترهيب ومن ثم يضع ابن الراواندي العقل في مقام المقياس أو الميزان يعني لصدق أي نبوة أو لصدق أي ادعاء العقل هو الفيصل في إثبات يعني صدق أو كذب أي ادعاء وذلك عندما يقول فإن كان الرسول فإن كان الرسول يأتي مؤكدا لما فيه يعني لما في العقل من التحسين والتقبيح فساقط عنا النظر في حجته وإجابة دعوته بمعنى أنه إذا كان النبي يأتي لإثبات ما توصل إله العقل بمفرده طيب حسبونا العقل إذن وما حاجتنا للأنبياء يضيف أما إذا أتى النبي بما يخالف العقل فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته فإذن يرى ابن الرواندي كما مر معنا أن رسالة أي نبي إما أن تأتي متوافقة مع ما في العقل من أحكام أو مع مقتضيات العقل فعندئذن طيب ما حاجتنا للأنبياء وإما أن تكون أحكام هذه الرسالة مناقضة لمنطق العقل مناقضة للعقل طيب نحن في هذه الحالة في حل من اتباعه طالب أنه أتى بشيء يناقض العقل البشري لبل سيذهب ابن الرواندي في موضوع الفحص العقلي للنبوة يعني إلى أبعد من هذا الحد فيرى مثلا أن مجرد القول بأن الله أرسل الأنبياء طيب هذا القول يناقض ما عليه الله من حكمة وعلم ويناقض من جهة ثانية مقتضيات العقل فالله بحسب ابن الرواندي طيب إن كان عليما وإن كان حكيما طيب أليس من العبث أن يرسل أنبياء إلى قوم يعني يعلم مسبقا بأنهم سيكذبون النبي فهذا فعل عبثي كما يرى ابن الرواندي فعل سطحي يعني لا يليق بمقام الألوها طبعا لينتهي ابن الرواندي إلى أننا إذا أردنا أن ننزه الله فعلينا أن ننفي النبوات وأن نكذب الأنبياء ومن ثم سنجد أن ابن الرواندي سيصوب مباشرة على مفهوم النبوة طبعا محاولا إبراز ما فيه من تناقض ومن يعني لا معقولية أو لا منطقية فمثلا يعني من الأمور الغير منطقية كما يرى ابن الرواندي مسألة بعث الأنبياء مع علم الله المسبق بأنهم سيفشلون في إتمام مهمتهم فيرى ابن الرواندي طيب أنه إذا كان الله بعث بالأنبياء وبالرسل طبعا بهدف هداية الناس جميعا طيب هذا يشير إلى أن لله إرادة في هذا الأمر وإرادة الله نافذة يعني لا رد لها أبدا طيب كيف تتفق الإرادة الإلهية هنا مع ما هو موجود في الواقع من حيث أن الأنبياء لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة على أكمل وجه فهذا أمر فيه تناقض أمر غير منطقي كما يرى ابن الرواندي أنه إذا كان لله إرادة في هداية الناس جميعا وإذا كان على علم مسبق بأن الأنبياء لن يتمكنوا من تنفيذ هذه المهمة طيب لماذا يرسل الله الأنبياء طبعا ليتساءل ابن الرواندي أنه أليس ألا تتحقق مثلا إرادة الله من خلال بث الرسالة في عقول الناس مباشرة في عقول كل الناس يعني بطريقة مباشرة يعني إذا كان لله إرادة في هداية الناس جميعا وإذا كان على علم مسبق بأن الأنبياء لن يتمكنوا من القيام بهذه المهمة طيب لماذا لا تتحقق إرادة الله النافذة من خلال بث الرسالة مباشرة في عقول الناس جميعا وليحتكم بعد ذلك يعني كل إنسان لعقله وليختر كل إنسان طريقه بنفسه من خلال هذا الأمر كما يرى ابن الرواندي أولا هناك تحقق للإرادة الإلهية وثانيا هناك تنزيه لمفهوم العدالة الإلهية من حيث أنه لا يعقل أن يرسل الله الأنبياء إلى ناس مثلا ويهم الآخرين في حين أن نبث الرسالة بشكل مباشر في عقول الناس جميعا هذا فيه تنزيه لمفهوم العدالة الإلهية أرضا كمثال آخر على بعض الأمور اللامنطقية في مفهوم النبوة مسألة إرسال الله لأنبياء من البشر إلى بشر مثلهم فهذه برأي ابن الرواندي يعني خطيئا لا يمكن أن تكون من فعل إله حكيم وعالم فيتحدث ابن الرواندي عن هذه المسألة قائلا إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة وفي الشكل وفي العقل رجل يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب ويتصرف كما تتصرف بمعنى أنه طيب يعني ما ميزة هذا الإنسان البشري لكي مثلا أكون مثلا أكون تابعا له أو عبدا له علي الإتزام بأوامره بنواهيه بطاعته يعني أي خصوصية لإنسان بشري مثل بقية البشر ليقيم الناس فيكون من يتبعه مثلا صالحا ومن يخالفه وضيعا يضيف ابن الرواندي طبعا هنا مع بعض التصرف فبأي فضيلة أو ميزة أوجبت إطاعته إطاعته فبأي فضيلة أو ميزة أوجبت إطاعته وما الدليل على صدق دعواه هل لمجرد أنه قال كذا وكذا يعني هل لمجرد القول فهنا لا تميز في قول لفلان على قول فلان آخر أيضا يقول في مكان آخر حول نفس الموضوع أن أغلب ما يقوله الأنبياء هو مجرد كلام منمق أو عبارة عن طلاصم لا معنى لها فيقول موجها كلامه للأنبياء بماذا استعبدتم الناس بالطلاصم وبأخبار عن الغيبيات فهل هذه موجزات فعندنا ما لا يحصى من المخبرين عن مغيبات الأمور ممن لا يساوي خبرهم طيب منتقل من قضية النبوة إلى نقد ابن الراوندي لبعض أحكام الشريعة الإسلامية ولبعض الطقوس والعبادات فمثلا وبشكل سريع ومختصر يعني مثلا يرى ابن الراوندي أن الشريعة الإسلامية يعني أتت بطقوس وبمناسك يعني تخالف فطرة العقل السليم لبل تستخف بمنطق العقل فمثلا كما يقول طيب هل يحتاج الله هل الله محتاج لأن يراني أصلي وأقوم بكل هذه الحركات خمس مرات في اليوم ومن ثم يعني يصل الضوء على مثلا فرض غسل الجنابة بما معنى أنه طيب هل غسل الجنابة بهذه التفاصيل الكثيرة التي هو عليها يعني هذا هذا أمر يراه ابن الراوندي سخيف يعني يكفي الاستحمام والسلام أيضا مثلا يستسخف مسألة ذبح الحيوانات بطريقة محددة وإلا حر ما أكلها فكل هذه وغيره مثلا تدخل عند ابن الراوندي في نطاق الأمور التي تستخف بمنطق العقل على أنه يعني ركز أكثر ما ركز على طقوس ومناسك الحج فاعتبر أن طقوس الحج يعني فيها على حد تعبير حرفية ما هو مستقبح من العقل السليم فما معنى التوجه إلى بيت بعينه سواء للعبادة للصلاة أو للحج يعني هل هناك فرق بين بين هذا البيت وباقي البيوت يعني أليس الله موجودا في كل مكان ومن ثم حول طقوس الحج مثلا يطرح ابن الراوندي التساؤل التالي أو التساؤلات التالية فمثلا هل هناك فرق بين الطواف حول بيت من الحجارة الصماء وبين الطواف حول الأصنام التي كانت موجودة من قبل وهل هناك فرق بين السعي أو في السعي بين الصفة والمروة وبين أي سعي آخر بين أي جبلين آخرين وهل رمي الجمرات على كائن يتوهم بأنه موجود في مكان محدد ولا أثر لوجوده هل هذا الفعل كما يرى ابن الراوندي إلا ضرب من ضروب الجنون والهذيان فخلاصة القول يعتبر ابن الراوندي أن طقوس الحج هذا يعني ما هي إلا امتداد لعادات وطقوس وثانية كانت موجودة قبل الإسلام وإذا كان الله بحسب كلماته قد شهد للعقل فلماذا يأتين بأمور تحط من قيمة وقدر هذا العقل أيضا في مكان آخر يشكك ابن الراوندي في فر المرويات مثلا أو الروايات والأخبار التي تنقل بعض من المعجزات والكرامات للنبي محمد فمثلا يرى أن إمكانية الكذب في المرويات يعني هي إمكانية كبيرة أن يكون هناك يعني روايات كاذبة طيب إن لم تكن كاذبة فإمكانية تطخيم بعض الروايات يعني أمر وارد إمكانية القص واللصق مثلا يعني واردة في كل ما ينقل من أخبار ومرويات نقالها مثلا فلان عن فلان عن فلان فمثلا يورد بعض من هذه الكرامات أو المعجزات التي يعني برأيه لا يمكن للعقل أن يتقبلها فيتحدث عنها بنوع من التهكم والسخرية يعني كمثل تسبيح الحصى في يد النبي وكمثل أن ذئب شهد له بالنبوة وكمثل حديث يعني شات إم معبد وحديث سراقة وغيرها يعني فيقول معلقا على مجمل هذه المعجزات والكرامات إن المخاريق شتى وإن فيها ما لا يمكن تصديقه وفيها ما تنكره العقول إلى آخره إن المخاريق شتى وأن فيها ما لا يمكن تصديقه ومن ما تنكره العقول أيضا في نفس السياق يعني كي لا أنسى فمثلا يتحدث عن كل الأخبار الغيبية التي تحدث عنها النبي أيضا بمنطق يعني تهكمي بشكل أو بآخر كمثل يعني حديث عن تنبؤ النبي لعمار بن ياسر عندما قال له بأنك أو يا عمار تقتلك الفئة الباغية فيعلق ابن الرواندي بأن هذا التنبؤ ما هو إلا الدعاء كمثل كل الدعاءات المنجمين وتنبؤات العرافات يعني لا أكثر ولا أقل ومن ثم يمر ابن الرواندي يعني كما فعل أيضا أبو بكر الرازي على مسألة تناقض الأديان السماوية طبعا فيما أتت به مع أنها يعني جميعا من مصدر واحد وأيضا كما فعل أبو بكر الرازي أيضا سيتخذ ابن الرواندي من قصة المسيح مثال على ذلك وكيف أن هناك تناقض حول شخصيته وبالتحديد حول قصة موته مع أن المصدر واحد فمثلا اليهودية بحسب ابن الرواندي طيب طرى في المسيح شاب عبري مخادع خرج على تقاليد قومه وادعى ما ليس أهلا له وبالتالي طرى اليهودية بأنه استحق العقاب الذي أنزل به وطبعا هو الموت على الصليب وبالتالي فاليهودية لا ترى في المسيح مثلا لا إله ولا نبي ولا حتى رجل صالح وإنما شاب مخادع طيب في حين تعتبره المسيحية إلها أو ابنا للإله أو أنه مزيج يعني كما في العقيدة المسيحية من الناسوت واللهوت من ما هو إلهي ومن ما هو بشري ومع ذلك يعتقدون بأن هذا الإله عذب كأي إنسان بشري وقتل وعلق على الصليب أما في الإسلام فطبعا المسيح كما يورد ابن الرواندي يعني عنده في الإسلام المسيح ليس إله وأيضا بنفس الوقت ليس إنسان عادي يعني بل في الإسلام المسيح هو نبي وبحسب المعتقد الإسلامي فالمسيح لم يقتل على الصليب بل رفعه الله إليه طبعا لي يتساءل هنا ابن الرواندي أنه طيب من نصدق من نصدق فنحن أمام ثلاث روايات مختلفة رغم أن المصدر واحد فهل المسيح هو إله أم مخادع أم نبي هل المسيح قتل على الصليب هل قتل على الصليب وكيف أصلا تموت الآلهة أم أنه بشري والبشر والبشر طبعا في نهاية الأمر فانون فكيف يكون إله أم أنه إله مثلا والآلهة لا تموت وهكذا أو أنه يعني بحسب التصور الإسلام طيب كيف نوفق بين ما في الإسلام من قول بأن المسيح هو نبي من البشر وبين قولهم بأنه مازال حي يرزق لم يموت وأن الله رفعه إليه كيف يكون بشري ولم يموت إلى آخر طبعا لي ينتهي ابن الرواندي إلى أن هذا التناقض الفاضح كفيل بالإطاحة يعني بمصداقية الروايات الثلاث وابل المصدر الذي نقلت عنه ومن ثم يتساءل ابن الرواندي يعني في نفس الصياق أنه كيف يجوز للنبي تكذيب طائفتين كبيرتين فيما يتعلق بقصة موت المسيح وصلبه يعني كيف يكذب النبي اليهود والمسيحية والمسيحيين أو اليهودية والمسيحية في قصة موت المسيح وصلبه وهما يعني كانا شاهدين على الحادثة فاليهود هم من قتلوا المسيح وطبعا تناقلوا هذه القصة وهذه الحادثة يعني جيلا عن جيل وأيضا النصارى هم أتباع هذا الرجل وشهدوا موته يعني رأوه يموت على الصليب طبعا قبل أن حسب الاعتقال المسيحي قبل أن يقوم من بين الأموات لكن هم رأوه يموت على الصليب يعني ابن الرواندي يحاول أن يقول هنا مثلا على قاعدة أن أهل مكة أدرى بشعابها طيب هؤلاء قتلوا المسيح وهؤلاء أتباع المسيح وتربطهم بهذه الحادثة روابط جغرافية دينية فكرية تاريخية رابطة يعني لها رصيد في أجيال تعاقبت وتناقلت هذه القصة ومن ثم يأتي من لا رابط له بالقصة لا جغرافيا ولا تاريخيا ليكذب ما هو ثابت عند هتين الفئتين ويتهمهم بالكذب مثلا وبالتزوير وبالتلفيق ليتساءل بعد ذلك ابن الرواندي أنه طيب لماذا نقبل منكم هذه الرواية على قلة عددكم ولا نقبلها من هتين الطائفتين الكبيرتين على كثرة عددهم طيب سأترك قسم النقد الذي وجهه ابن الرواندي للقرآن الكريم يعني إلى حلقة أخرى قادمة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر